المترجم للقناة 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 وده معدل تهديفي قد يبدو كويس ليه؟ لأنه هو بيأتي في المرتبة الثالثة لو احنا هنصرنا في الفرق ما بين الأقوى خط هجوم والليفل ثو والليفل ثري الجونة بتأتي رقم ثلاثة دلوقتي من الناحية الهجومية في إحراز الأهداف بس عايزة أقول لله 24 هدف هم عندهم 6 هدف ضربات جزاء من إجمالي 7 ضربات جزاء جات له النادي الأهلي 26 هدف في الـ 12 مباراة وده أعلى معدل تهديفي زي ما قلنا حتى المباراة السابقة الأهلي أعلى معدل تهديفي بالنسبة لعدد المباراة يعني فوق الهدفين بالمباراة إما الجونة طبعا هدف وهدف أو قد يأتي هدف وقلم الهدف ونص في المباراة الـ XG عند النادي الجونة 44 هدف قد يصل 44 هدف وده ليه لأن عندهم نسبة السيست وصناعة أهداف تمرارات مفتاحية أيضا عالية بالنسبة للنادي الأهلي قد يصل لـ 32 هدف الركنيات عند النادي الجونة من أقل الفرق في عمل الركنيات في المباراة وده برضو هنشرحه ليه بيصل لأربع ركنيات بالمباراة الوحدة يعني في 19 مباراة عمل 81 ركنية بمتوسط أربع ركنيات في المباراة الوحدة نادي الأهلي طبعا بيصل لـ 7 ركنيات في المباراة الوحدة وعمل 3 أو 8 ركنية في الـ 12 مباراة الأسيست هو 15 أسيست عند الجونة من واقع الـ 24 هدف اللي هما أحرزوه فيه 15 أسيست من ناحية تاني عند الأهلي 21 أسيست تمريرات المفتاحية عند الجونة عالية بيصلوا بتمريرات مفتاحية ولكن قد لا تشكل خطورة كبيرة ولكن هو بيعكس الرقم الـ XCG عنده من هما قد يصل لـ 44 هدف قد هذا الرقم ده بيقول لنا إن الفريق الجونة ممكن يخطف في أي عدد بيحرز أهداف بيصل ناحية تانية طبعا ماشي تحويل الفرص لأهداف ده من كمية الفرص والتزديدات الجونة عنده معدل لتحويل الفرص لأهداف يعني معدل كويس المعدل ده معدل جيد 12% نادي الأهلي 14% كنا 16% على فكرة المباراة السابقة ولكن عدد الفرص الكتيرة وإحنا أحرزنا هدفين فقط فبالتالي أثر على الإجمال بتاع المباراة وصلنا إلى 14% تحويل الفرص لأهداف التزديدات بالمباراة النادي الجونة من أقل الفرق اللي بتسدد على أون تارجت يعني هو 14 أسرع 11 إجمالي متوسطاتهم بالتزديدات في المباراة بيصل إلى 11 منهم 4 أون تارجت الأربعة دول كده يشكلوا خطورة فعلا وبيصل لدقة 40% النادي الأهلي بيصل طبعا من أكتر الفرق اللي بتسدد على المرمى بيصل لـ 15 17 تزديدة ولكن بنفتقد التركيز على الثلاث خشبات والدقة بتاعتهم عشان نحرص أهداف أكتر يعني 5 بس أون تارجت بدسب الدقة 36% هنا بقى نقف عند الأهداف من داخل منطقة الجزاء يعني دايما أهداف منطقة أو اللمس الكورة داخل منطقة الجزاء بتعكس قوة المنافس فريق جونة من إجمالي الـ 24 هدف اللي قلنا عليهم يا كابتن أيمن أحرز 22 هدف من داخل منطقة الجزاء وقلنا فيه 6 أهداف ضربات جزاء فبالتالي هم عندهم خطورة لو هم يكون معظم أهدافهم من داخل منطقة الجزاء ناحية تانية الأهل ده من وقع 122 تسديدة من داخل منطقة الجزاء نادي الأهل من وقع 119 تسديدة من داخل منطقة الجزاء أحرز 24 هدف احنا قلنا إجمالي النادي الأهل 26 هدف ففيه هدفين كده من خارج منطقة الجزاء من 60 أو 65 تسديدة من خارج منطقة الجزاء يعني 5 أو 60 تسديدة من خارج منطقة الجزاء تجيب منهم هدفين ده برضو رقم بيقولنا إحنا محتاجين نزود التسديدات من خارج المرمة سوريا من خارج منطقة الجزاء والدقة بتاعتها عرضيات بالمباراة بيصلوا طبعا يعني إحنا نتكلم إجمالي أعتقد 14 عرضية في المباراة الوحدة للنادي الجونة الأهلي بيصل 22 و25 عرضية ولكن الدقة هنا النادي الجونة عندهم مشكلة فيه العرضيات الدقة مش أحسن حاجة 22% فدايما اعتمدهم على الكرات الطويلة أكتر من الكرات الكروسات فبالتالي ما بتشكلش خطورة بشكل كبير ولا حتى التزديدات من خارج المربع ناحية التانية عند النادي الأهل نصل لـ 25 و 22 يعني عرضية كروس من خارج سوري بالمبرارة الوحدة كابتن أيمن ولكن الدقة بتاعتهم بردو ستيل مش الرقم الكبير مش الأفضل عند النادي الأهلي والدليل إن احنا معظم أهدافنا طبعا من يعني من تريشرة أو اختراقات من العمق أو بتزديدات من داخل منطقة الجزاء ما شفناش أهداف بالهد يعني عندنا هدفين فقط بالرأس يعني من إجمال الكروسات أو الركنيات اللي بنوصل ده الشكل من ناحية الهجومية عند النادي الأهلي ونادي الجون خش على الاستحواز آه بقى يعني عايز أقول لحضرتك أن أقل فريق في الاستحواز هو الجون وعايز أقول بقى الرقم اللي هو 201 ده ده التمريرات الصحيحة في المباراة أنا عايز أقول لحضرتك كمان بيصلوا في بعض المباريات أو معظم المباريات لمية وسبعين تمريرة صحيحة في المباراة وده أقل رقم في عدد التمريرات لفريق في الدور العام حتى الآن هو الجون وهم مش من نوعية الفريق اللي بيحضر من تحت ده بيعتمد كتير جدا على التمريرات الطلية عندهم مشاكل في البلده يعني في حالة حياة الكورة يعني عارف زمان لما كان يقولي تشتيت الكورة طلع كورة كده تتفرج على معظم المباراة للجون هتلاقي معظم البلدهب عندهم مفهوش شكل خالص هو سلوب لعب وفلسفة بتاعت علاء عبد العالم وعنده اتنين سرعة قدام بيعتمد على انهم يلعب لهم الكورة هو على فكرة علاء عبد العالم ما بيغارش أسلوبه مع أي فرق أبط بالضبط هو بيفرض فلسفته بنفس طريقته على أي فرق بيدربه وهنا الأرقام بتقول لنا كده يعني الناحية التانية عند النادي الأهل لا النادي الأهل من أفضل الفرق طبعا ومن أكتر فرق بتعمل تمريرات صحيحة وده شايفينه طبعا في حالة حياة الكورة في البلد أب في حتى البروجريشن حسنا أقول لحضرتك برضو الرقم عند الجونة من وقع الأرقام التدرج عندهم في مشكلة كبيرة جدا ما تلاقيش حتى بساط بتكسر بقى أي خطوط يعني فبالتالي فيه ثلاث نقاط قلناهم دلوقتي ما بتشكلش خطورة كبيرة عند الجونة وده ما لا يقلل من الجونة يعني أي فاني بلعب قدام الأهل بقى بتلاقي حاجة تانية خط يعني عشان نشير بس للنقطة دي الأرقام بقى بتقول في التمريرات الطولية بيوصلوا ستين تمريرة طولية في المباراة الوحدة بدقة ستة وتلاتين في المية أما النادي الأهلي تسعة وتلاتين مرة ويصل لأربعين تمريرة طولية في المباراة وزي ما قلنا قبل كده إن ده بناء على الخصم يا كابتن أيمن بتضطرنا لو فيه مساحات فيه خلف الأظهرة أو في خط الدفاع لأهلي بلعب قرات طولية متقنة يعني حتى الدقة بتاعتها ممتازة جدا أو رقم جايد 48% الهداف المستقبلة استقبله 26 هدف في التسعتاشر مباراة وده من أكتر الفرق بتستقبل أهداف في الدورة حتى الآن الأهلي استقبل 14 هدف وقلنا مع حضرتك قبل كده إن الـ 14 هدف إحنا مش مبسوطين منهم رقم غير جيد للنادي الأهلي طبعا ولكن في الـ 12 مباراة ولكن هذا الرقم يا كابتن أيمن بيقولنا إن الأهلي قرب حتى يعني مقارب من الأفضل خط دفاع مع الفرق يعني التانية يعني الفرق التانية استقبلت برضه 14-16 هما دول أقوى خط الدفاع حتى الآن الهدف المستقبلة المتوقعة كان ممكن يصل أو يدخل في مرمج جونة 49 هدف من واقع بقى كمية التزديدات الغزير يعني نتكلم على آخر خمس مباريات للجونة آخر خمس مباريات استقبل عشر أهداف عشر أهداف مزبط في آخر خمس مباريات وأحرز كام وأحرز أربع أهداف يعني النسبة التهديف عندهم يعني قلالة جدا شباك نظيفة هوات أربعة ومن أقل الفرق خسارت الكرة بيخساروا الكرة بشكل كبير جدا تحت ضغط وأكتر فريق بيخسر الكرة في الالتحامات الهوائية بالمناسبة ناحية الثانية النادي الأهلي طبعا ثلاثة من أفضل الفرق حتى الآن الاعتراضات شوف رقم ثلاثة وعشرين دوت في إبعاد الكرة عند النادي الجونة بيقولك دايما فريق ما بيعملش بلد أب بيخرج الكرة بشكل كبير جدا نادي الأهلي 11 والنادي الأهلي من أفضل الفرق طبعا في إبعاد الكرة يعني الرقم ده مش معناها أن ثلاثة وعشرين الجونة أفضل لا ده كده الجونة يعني من أسوأ الأرقام عنه يعني رقم ضعيف جدا ناحية تانية استعادة الكورة احنا البركافري وانا حقولنا قبل كده الاهلي الكاونتر بريسنج من افضل الانديلة بتعمل ضغط العالي واسترجاع الكورة عندنا بعض الحالات بتشير تورينا الجونة نقاط ضعافها اللي بتهكس الارقام اللي قلناها دايما فريق بتضرب في العمق بشكل كبير جدا يعني ده مبارات زد يا كابتن نايمن اي كورة بينية سواء اختراق من العمق سواء بشكل يعني على الارض او كورة طولية في العمق بتشكل خطورة عليهم ليه لان ما فيش دايما كومنيكيشن ما بين حرس المرمى والاثنين سرد باكات ودايما الباك الشمال عندهم رقم تلاتة كاملة بالفتوح عنده مشكلة كبيرة جدا في التغطية فبالتالي اي كورة تتضرب تتلعب في العمق عندهم بتشكل خطورة جدا ودي جه منها هدف نفس الكلام ده كوبي بيست نكمل حنشوف في مبارات البرومتحات دي مثلا كورة تانية ده مرمى في زد عبد الرقم ده هدف الثاني اعتقد او الثالث لزد نفس الكلام الكورة تلعبت على الارض يا كابتن ايمن خلاص جون يعني اي لعب على الارض واختراكات من العمق جون هتلاقي زيادة عددية عند الجونة ولكن طبعا في سوق في تنظيم الدفاعي غير جاي نكمل برضو بعض الامثلة احنا لسه شايفين نفس الشكل ده كابتن ايمن في مبارات زد ده بقى مبارات بيرامدز شفت الكورة بتتلعب ازاي في العمق كورة طولية بتنزل اللعيبة سرد بكات عندهم في مشكلة كبيرة جدا في قطع الكورة وحتى التركيز فيها ان هو يخرج الكورة نزلت على الارض لعب بيرامدز ده طبعا لف بالمدافع واصبح في مواجهة المرمى واحرص جون نفس الكلام هنا برضو اختراك من العمق فالكورة تلعب في العمق خلاص يعني مع ان هنا ما في زيادة عددية لبيرامدز يعني هتلاقي ورد تلاتة ولكن التغطية نفس الكورة تلعبت عرضي على الارض نفس الكلام لو هنكمل هتلاقي بص يا كابتن عدد من الاتنين بسهولة جدا على فكرة الكورة كانت سهلة جدا ان هم يخرجوها ولكن اصبح في مواجهة المرمى فده نقاط بتقول لنا ما نلعبش كورسات كتير نلعب على الاختراك من العمق يعني هنا برضو منظر شكل تاني للاتحاد بيثبت ده مباراة الاتحاد بتثبت كده بس خلاص يعني ده بشكل عام اكتر فريق اكتر فريق سريعا بيسبب اخطاء او فولات في المباراة وصل لخمستاشر خطأ في المباراة واكتر فريق تشتيت الكورة والاعتراضات زي ما قلنا عشان عنده مشاكل دايما في الحالة الدفاعية وعدم تنظيم دفاعي جيد بهذا الشكل احنا شوفناه ده بشكل عام عن الارقام وتحليل الفريتينة كبيرا شكرا جزيلا نباز وان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي النهاردة تحليل فوز بإذن الله شكرا طبعا الباز كلمنا على الارقام يمكن كمان من ضمن الارقام لما نيجي نبص الارقام هنلاقي الارقام دي تقريبا مشابهة لأسلوب لعب علاء عبدالعالم مع جميع الفرق اللي هو اشتغل معها السنتين اللي فات مع ايستران كامباني او شاريال دخان بنفس الاسلوب وحتلاقي الارقام قريبة جدا مع الداخلية بنفس الاسلوب هو ناجح الاسلوب ده ناجح يعني هو نجح مع الفرق كلها يمكن انا سمعتله كلام بالنسبة له هو هل انت راضي عن اللي وصوله الفريق السنة دي وهل انت كنت بتطمع في كده هو في المركز التامن دلوقت قال لك انا كنت متفق مع ادارة النادي ان احنا نبقى موجودين في الدور وما زلت لحد دلوقتي ده الاسلوب اللي انا متابع علشان نفضل قاعدين في الدوري معرفش ايه اللي هيحصل قدام ممكن اطمع ممكن ابص للمركز اعلى ممكن بس هو في مركز جيد حتى الان في مركز جيد بالنسبة له حتى الان طموحاته ان الفرقة تبقى في الدور من ضمن الحاجات اللي يمكن ما اتكلمناش فيها انا والباز علاء عبدالعال بيهتم جدا 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 بالكرات السابتة اللي ليه بالكرات السابتة اللي ليه وحقق فيها الفوز في بعض المباريات وبقاديها كويس وعنده لعيبة بتلعب بدمغها كويس وعنده لعيبة بتعمل كرسات كويس عنده اتنين فراوضة صراح عشان كده هو ما بيلعبش من تحت ما بيحضرش الهجمة من تحت عنده اتنين افارقة سراعة جدا قدام ولكن تعاملهم امام المرمة مش بنفس السرعة او مش بنفس الكفاء انما اسلوب لعبه عمره ما بيتغير بيخنق لك اللعب لحد ما يزهق مهم احتوال عليكم هنروح نشوف بعض الكواليس ونرجع بعد الفاصل نشوف لقاء مع الكافتن ناصر عباس والحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم انتظروا اشتركوا في القناة